سيادة لواء عادل غضبان محافظ برسعيد اولا بقال لا سيادة المحافظ في ضحايا هذا الحادث اليوم ما الذي جرى فيه على هذا الطريق ما بين برسعيد وضمياط طبعا احنا كل الشكر والتعديل لحضراتك فان من الضغط هي هذا الحادث الاليم اللي هو عدقنا لكل الشهداء ومصابين الشهداء العمل للتعايم من المحافظات المجاورة عشان يديروا معاكة الانتاج في مصر كلها النهاردة فان من الموقف اللي حصل النهاردة الساعة ربعة إلى الربع كان عربية شايلة لأعمال المصريين اللي بتحركوا من ضمياط لبرسعيد وفي عربية ريلا جاءة من اتجاه المقابل عادلة الشارع خطت في العربية فان من اللي هي راحة تودي أهالي وتودي شعالاء لأماكن قامتهم طبعا حادث أليم جدا فان من وهذا ما حدك قلت كده يعني الانتج السواء اللي موجودة داية الطريق موجود على الأعلى مستوى الطريق في السيارة على الأعلى مستوى الطريق آمن تماما يعني دهوجت بقى مفروض السائق التريلات الكبيرة داية دي راهض موضوع دا سيد الحمز بتقولي اشرح لي تاني هذا السائق القاتل اللي أنا بقول عليه قاتل عملية فاندم احكي لنا يا فاندم حصل ازاي الحادث بالراحة كده معلتش هو السائق الفاندم جاي من طريق دومياط داخل على طريق برسعيد سائق التريلات سائق التريلات جاي من طريق دومياط داخل على طريق برسعيد اه وفيه اوتوبيس لكل ثلاثين العمل من عمال مصر كلها اللي كانوا شغالين في الاستثمار من طريق الاستثمار راجعين لربالاتهم بحفظ الدومياط نعم هما بقى بتحركين افاندم بالضبط عند كيلو اثناشر اه اه التريلات اللي كان في اتجاه المقابل بعدت الطريق افاندم اه في اتجاه الاخر هل ده طريقه ولا اطع غلط لا اطع غلط اطع غلط اطع غلط فاندم بعدت كمان البلدورإلي في النص كمان اه اه عطا غلئي في النص فاندم ودخل في العربال بسوتيس اللي هو بتاعت اللي بتقول العمال دبس العمال واخدها كمان في صور احد الكرة السياحية يعني هو حاجة قطع سيد المحافظ معلش انا اسف مرة تانية حاجة بتقول لي هو ماشي رح قطع الطريق وعدى كمان الجزيرة اللي في النص وضرب في العربية الايوتوبيس ده جاي في طريق طبيعي الطبيعي العادي وماشي عادي وماشي عادي هل في زحمة في مشكلة يعني هل في حاجة لا يا فاند لا فيش حاجة خالص فيش حاجة خالص انا رحت رحت لما كان الحادس ده على صورة فانه شفت انا بغاية الوقت فانه مستعرب ازاي ده يعادي من طريق تاني يعني يعادي من طريق المقابل وياخد والايوتوبيس طبعا ماشي بسرعته مش كده اه ماشي بسرعته اتجاهه اه فهو قطع على الطريق فجأة ده عدى طريق تاني اه وعدى البلدولة في النصر اه ودخل فيه ودخل فيه يعني يعني حاجة لا يتخيال عقل اطلاق فين سواء النقل ده اه واجودة فانه مصارح عليه واجودة متحفظ عليه في المستشوى السلام اه وسعيد هم متحفظ عليه مصارح مصارح ايه فانه اه طيب احنا العدد الضحايا ربنا يرحمهم قدي ايه فاندم ساكت المحافظ هم فاندم فيه عندنا باتة وعشرين شهيد عمل شهيد من عمال شهيد عمل نعم نعم ايه فانه وفيه ست مصارح طيب لو انا بتكلم النهاردة عن الحريك لما روحت اشرح للموقف لما حق وصلت الموقع اللي احنا بنعرض اجزاء منه فيديو الموقع الحادث تفاضل ايه فاندم ايه فاندم الطريق اللي هو الاتجاه الطريق الراحل للنمياط الطريق ده كان طريق امن ثمانا وفي الحقيقة مشكلة وعلى الجنب اليمين فيه لو بينات على حدث الصورة فيه احدى الكرة السياحية اللي على الطريق اه قارت لفردوس تقريبا اه قارت لفردوس تقريبا ايه واتوبيس ماشي عادي ما فيش ادنى مشكلة وفيه الاتجاه المقابل دي اللي هو طريق اللي جاي من طريق مياط الى برسعيد ترلا معدية فاندم ماشي وعاد في البلدورة اللي في النص ودخلت في تقريبا معد ماشي في امان هل حالة السائق القاتل ده تسمع حد يستجوب وكلم معه ولا حالته صعبة طبعا فاندم الامن فاندم متحفظ عليه متحفظ عليه الامن اه وبعد فاندم لما اتعاملوا الاجراءات الاولية استخدموا اجراءات القانونية كلها العمال يا فاندم كانوا شغالين فين يا فاندم كانوا شغالين في عندنا منطقة الحرة العامة للإستثمار المنطقة دي فاندم بيصدر اكتر مئتين واربعين في المية من صادرات مصر من ملابس الجهزة سوق اوروبا المشتركة واوروبا وامريكا كانوا بشغالين في مصنع ملابس الجهزة اللي موجودة في المنطقة وان العمال دول بيتحركوا من الفقر من محافظاتهم وبيجوا برسعيد الساعة ساعة واربع عشان يديروا مكان العمل في محافظة برسعيد وبيرجعوا تاني نعتبر مصنع ثلاث ساعة ونص بيصدروا بيضوا مصنع خمسة دول كلهم منضميات معظم منضميات معظم منضميات ايه فشغالين في مصنع ملابس الجهزة ايه نعم عملت لهم ايه اجراءات يا فندم دلوقتي خلينا قبل ما اتكلم على اجراءات كمان سيدة معاوز معلش لان دلوقتي يعني احد خبراء المرور السابقين ببعتلي دلوقتي اللي هو محمد كامل بيقوللي المشكلة في التشريعات الموضوع انه النهاردة حصل بس يعني سايبين الناس تجري كده وما فيش اجراءات رادعة زي ما بيقول كده عقوبة رادعة يا فندم مرورة يا فندم مفوض قانون المرورة الجديدة عارف يا فندم قال لي انا هارل سيتك رسالته معلش ست المحافظ قال لي القاتي قال لي ولا هيحصل حاجة قتل خطأ ثلاث سنوات سجن حد اقصى اللي وقع محمد كامل مساعد مدير مرور الجيزة الاسبق ضعف التشريعات وراء هذه المهزلة محدش بيتحبس في الرعونة في القيادة اهم حاجة تحصيل المخالفات المالية اي رأي حضيك في هذا الكلام يا فندم أنا أعتقد يا فندم قامون المائر الجديدة هيغطvre كل هذه الاشكالية بس المشكلة بش في كده يا فندم المشكلة فيه في انضباط انضباط المواطن انضباط المواطن السائقين السائقين انضباط السائق فندم يعني ده يعني لو التزم بقوعد النور مكانش عامل لحادسة صح؟ لو التزم بسرعة بتاعته فندم القانونية او لو مش في طريق بقوعد óسف الهي الهي والحر prejudice ومش في طريقه لكن ده عدى طريقة فنم وست طريقه اخد في طريق المقابل الطريق الاخر يعني يعني عدى الطريق الاخر يعني ده سلعته مشه زي ده فنم مشه زي طيب الإيجراءات يا فنم عملناها للأسر والضحايا والن لا دلوقتي فنم ينيابة فنم افراجت عن تسعة جسامين جراجت حالينا فلن واتحركوا الشاطة وضمياط صراحت بالدفن يعني لتسعة ايه فلن تسعة من اجمال في عشرين وجاد الهاء باقي الاجراء الباقي هل متعرفين عليهم ولا في يعني فيه جزء جين متعرفين عليهم وفيه جزء متعرف عليهم لسه بيتعرف عليهم ببين صحاب المصنع ويشوفوا الدين طيب هل حالك كلمت مع صحاب المصنع او صحاب المصنع الاجراءات هيتم ان شاء الله المرحلة الجاية بس في الاجراءات اجيز الاجراءات كل اجراءات مع صحاب المصنع سيد محافظة عادة في مثل هذه الامور بنتابع اهلهم ازاي متابعة يعني بغض النظر حتى بقول لو ملايين الدنيا لكن يعني ما تجيش ضفر اي واحد نفقده يعني طبعا هو صنم المحافظة صنم اعان عجلة وعضو الاهالي الشهداء الفنم عشرة محافظة الدنيا من المحافظة البستعي بضافة لكل مصاب خمسالات دنيا اه دي منكو كمحافظة اه كمحافظة مفترض انه فيه تضامن لسه عندها اجراءات نسا لسه فيه تضامن فنم لها اجراءات ولسه فيه صحاب المصنع واجراءات القانونية طيب سيد محافظة معلش كلمنا عن الطريق يا فندم الطريق هل الطريق طريق يعني مرصوف كويس مفهوش مطبات الحركة فيه كويس يعني كلمنا عن الطريق يا فندم انا بذلو حذراتك فتشرفنا بكرة الصبح يا فندم وتشوف الطريق الوقت اللي حصل عند الحادث يا فندم اول برسعيد تلاتنا وطريق حدثة ده فندم طريق ده فندم طريق امن ثنادا مرفوع كفاعته لا حتى بعد حدرزه ام يعني بس يعني الكامراة دبقى واضحة يعني فهنا بذلو حذراتك فندم اللي بكرة كان بجهة القانونية فندم تيجي تشرفنا فندم وتشوف الطريق عشان الناس اللي بردوا فينات غير مسؤولة بتتكلم على الموضوع الطريق بالضبط ما أنا عشان كده بس أل حضرتك تيجي تشوف الطريق أفنم وتوفي يعني معهولة على الأعلى مستوى حتى المكان العامل فيه الحدس حاجة تانية بتأكد الطريق آمن ما فيهوش أي مشكلة كطريق آمن تماما آمن تماما يا فنم ويريد يا فنم هتيجي تشرفنا طيب الحاجة التانية حاجة بتأكد أنه العربية النقل المتسببة في هذه الكارثة أنه قطع الطريق في الاتجاه الآخر وعدى الناحية التانية واصطدم بالأتوبيس هو ماشي السلام أتوبيس واستوهد الأتوبيس في سور القرية السياحية ده اللي قد أنه يعني زي ما بيقولوا كده في بعض الجسس وأشلاء الحاجات كده الموقع كان صعب سيدة لوعد الغطبان محافظ بورسعيد بشكرك شكرا جزيلا